اهلا بكم متابعين في كل مكان وهذه التغطية الخاصة حقيقة ان وزارة الصحة خلال السنوات الأخيرة لديها جهود واضحة للجميع على أرض الواقع في سبيل خدمة المواطن المصري ونحو صحة أفضل للمصريين حيث أكدت وزارة الصحة والسكان انه سيتم توفير خدمات العلاج الطبيعي بجميع محافظات الجمهورية في إطار سعير وزارة دائم لتقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطن وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان انه تم افتتاح 64 قسمة للعلاج الطبيعي بمراكز ومسلفيات محافظات المنوفية والأليوبية والبحيرة كفر الشيخ وبني سويب دميات وجنوب سيناء والبحر الأحمر والواد الجديد والأهلية والشرقية والغربية والجيزة والقاهرة ودميات وسهاج والأسكندرية وأسوط وأضاف أنه تم تفعيل العيادات المسائية بأقسام العلاج الطبيعي بمستشفيات حميات الفيوم بمحافظة الفيوم ونجع حمادي العام والوقف المركزي وأبو تشت المركزي بمحافظة إناء وأيضا مستشفيات محافظتي أد أهلية وكفر الشيخ وتابع أنه تم تفعيل دور العلاج الطبيعي بوحدات الكلة بمستشفيات محافظتي الواد الجديد والشرقية كما تم تفعيل دور العلاج الطبيعي في وحدات الغسيل الكلوي بمستشفيات سموستة والواسطي بمحافظة بنسويف مضيفا إنه تم تنفيذ بروتوكول العلاج الطبيعي بأقسام الكلة بمستشفيات كفر الشيخ العام ودسوء العام والحمول المركزي بمحافظة كفر الشيخ وإرفاق البروتوكول بتسقرة المريض وذلك تمهيدا لتفعيل دور العلاج الطبيعي لمرضة الغسيل الكلوي على مستوى الجمهورية وعلى صعيد آخر تطلق وزارة الصحة والسكان اليوم وغدا ثلاث قوافل طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة للكشف والعلاج مجانا في التخصصات الطبية المختلفة وقالت حزارة الصحة والسكان أن التخصصات الطبية تشمل النساء والولادة وخدمات نظيم الأسرة والأطفال والبطنة والأنف والأذن والعظام والجراحة والرمض والأسنان والقلب والجلدية بالإضافة إلى خدمات الإشاعة والتحالية وأضافت حزارة الصحة والسكان أن المحافظات المقرر إجراء القوافل بها تشمل محافظات السيوت والأسكندرية والجيزة وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار أن القوافل الطبية يتم توجيهها للمحافظات الحدودية والقرى النائية مع الالتزام باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا ويذكر أن مبادرة حياة كريمة تقدم خدمات طبية وعلاجية للمؤتنين بالمجان على أن تجرأ حالة الحالات التي تتطلب الرعاية إلى المستشفيات إلى هنا نكون وقد وصلنا لنهاية هذه التغطية بشكر فضراتكم شكرا جزيلا على المتابعة تظهرنا في تغطية أوبرا على المدار اليوم كنت معكم ألمني يا خيوة إلى اللقاء